عزيزي يليمين عن المنتج العظيم اللي ريفيوهات الناس كلها فيه شكر يعني عظيم وكبير الأول للمنتج اسمه إيه؟ فاليريا فاليريا يس اسمه فاليريا خلينا في الأول نتكلم إن كل بيت مصري لازم يكون فيه فرد أو أكتر من فرد بيعاني من بعض المشاكل في العظم زي مثلا تلاقي الأم عندها مشاكل مثلا في الرجبة من واقفة في المطبخ حضرتك على طول مشاكل في الرجبة والزوج تلاقي مشاكل في الظهر برضو فتلاقي برضو إن فيه عايزة أقولك بس مفاجأة أن الأبناء كمان حقيقة حتى السن الصغير بقى فيه مشاكل في الرقبة من كتر ما هم مواطين على الآيبادات والحاجات دي فأفراد للأسرة تقريبا كله بيعاني من ألام المفاصل والمفاصل والعظام بالضبط كده فتلاقي حتى الأم مش قادرة إن هي تمارس النشاطات اليومية العادية جدا إن هي تروح تعمل الموعين أو إن هي تطبخ تلاقي برضو زوج مش قادر يروح الشغل مش قادر يواطي مش قادر برضو إن هو يساعد في البيت فلاقينا إن معظم البيوت عندهم مشاكل بسبب ألام المفاصل وألام برضو العضلات وكمان العمود الفكري فابتدينا إن إحنا نشوف إيه اللي إحنا نقدر نعمله علشان نخلي المنتج بيتميز عن أي منتج تاني موجود في الماركت لإن إحنا دايماً بنسمع ريفيوز كثيرة عن جيل عن كريم فكون عايزين نعمل حاجة بتركيبة مختلفة والحقيقة برضو يا فندم السوق بقى مليان حقيقة يعني في مثلاً منتجات بتطلع فالناس تقولك في بقية آه ده هايل بس بيكتشوا معي كانوا كانوا زي المخدر بس ما بيعالكش يعني مجرد آه ده أنا بحطه سحر لكن بعد ساعة ما فيش أي نتيجة دنيا هي خالص فلس أنت حطي تضايط حطي فكأنه بس بيخضر الألم وخلاص بالضبط كده عشان كده هنتكلم عن التركيبة السلاثية لمنتج فاليريال احنا عملنا بقى تركيبة سلاثية يعني خدنا عليها زي ما تقولي كده يا أستاذة نشوى براءة اختراع أنا برضو عايزة وضح إن الدكتور صيدلانية في الأساس فمش هتتكلم كلام إنشا هي هتتكلم بناء على علمها فأنا بشكر يعني وبشكر حياة شركة المنتجة إن حضرتك موجودة معنا لإنك صيدلانية شكرا شكرا للاك يا أستاذة نشوى برسيل حضرتك جدا فالتركيبة السلاثية اللي احنا عملناها في الجل إن احنا أول حاجة حطينا مادة اسمها الـ MSM مادة الـ MSM ذي تعمل عليها دراسات عالمية بتزبط مادة كفائيتها في إن هي تسحب الألام والوجع من العزام بالإضافة كمان لمادة اسمها الـ Glucosamine sulfate من أحسن وأفضل المواد كمان اللي بتعمل protection أو بتعمل حماية للغضاريف بالإضافة كمان لمجموعة من الزيوت اللي لها تأثير قوي جدا في إن احنا نعمل حماية برضو للعزام وحماية للمفاصل وفي نفس الوقت كمان نسحب الألم ونسحب الوجع من المفاصل ومن العزام بشكل صحي وبشكل سليم فقدرنا إن احنا نوصل لتركيبة سلاثية وحطناها على حاجة اسمها اللايبوسوم علشان نقدر إن احنا مش بس نخترق الطبقة الثالثة من الجلد أو الرابع من الجلد زي ما حضرتك وتي بتقولي من شوية أنا بحس إن أنا بحط الجل وكمان ساعة بحس إن ما فيش نتيجة ولكن التركيبة الحمش أنا عشان برضو يعني أنا يعني غالبا ما بقى في معظم أنواع الجلد ما بتكلمش على حاجة غير ما أكون مجربة أنا شخصيا بالضبط لكن في ناس كتير بتقول المنتج الفنين ده عظيم بس عظيم مخدر مخدر آه ولكن بقى الميز ده في فاليريا جل اللي إحنا بمجرد إن إحنا بنحطه لأ ممكن يستمر معانا لساعات طويلة جدا لأنه هو تركيبة سلسية محمل على اللايبوسوم فمنقدر إن إحنا نختارك طبقات الجلد كلها ونوصل للطبقة السادة فنقدر إن إحنا نوصل لأقصى درجة من تسكين الألام ما بيبقاش فيه ألام في الظهر ما فيش ألام في الرجبة ما فيش ألام في الرقبة الكتف طيب الكتف كل حاجة يعني أنا متأكدة أن حضرتك كمان بإذن الله لما تستخدمين نهاردة من أكتر الحاجات فعلا الفعالة بشكل رهيب في تسكين الألام لأن كل مادة فيه اتعمل عليها أبحاث ودراسات ونادرا أنك تلاقي منتج واحد بس موجود في الماركت بيكون تركيبة سلسية من جلوكوسامين سالفيت أو من الأمس أم أو من مجموعة الزيوت الطبعية زي الإكلابتس أو الكامفر وزيت الزاتر كمان فالتركيبة السلسية بتساعد على الامتصاص وفي نفس الوقت بتسحب القلم وبتسحب الوجع وبنقدر إن إحنا نحس ده في خلال لحظات لحظات إيه بقى لحظات لأنه كمان التركيبة إحنا كنا حريصين إن هي تبقى جل لما تبقاش كريم آه إيه الفرق بقى صاحب إلي الجل وبإلي الكريم الجل بيكون امتصاصه أسرع وبيقدر إن هو يوصل بنسبة 80% لطبقات الجلد اللي من جوا ممكن يوصل للطبقة الستة ولكن في حين إن الكريم ممكن يوصل بس للطبقة الثالثة أو الرابعة لا عايز أقول حاجة حاجة بالنسبة للكريم أنا فيه نوع كريم بجراءه حقيقي بيفضل أبيض على السطح يعني ما بيصحش حتى يعني حقيقي وما رغي حنيش ده بالإضافة كمان إن معظم الكريم اللي بتبقى موجودة في الماركت حتى كمان أنواع جل كتير بيبقى بتقولك ما ساج جل ويحط لك مجموعة كده زيوت عشبية ويكتفي بكده ولكن لما نيجي نبص على الامتصاص وإن هو يدخل يعني طبقات الجلد من جوا ويصل للطبقة الخمسة أو ستة ما بنلاقيش ده فبنلاقي كمان التأثير بيروح في ساعتها بنلاقيش إن تسكين الألام اللي إحنا بنكون منتظرينه إن هو يمتد معايا لساعات طويلة وإن هو كمان يوصل لطبقات عميقة جوا جسمي عشان أقدر في الآخر إن أنا أوصل لأقصى درجة وأقدر إن أنا فعلاً محسش بألام وحس بوجع فده مش بنلاقيه خالص للأسف في الماركت يعني غير في فاليريا جل ترجمة نانسي قنقر